اشتركوا في القناة اكثر من علاجة لقاح الكورونة ما بين المخاوف والانتظار اليوم الناس انقسمت فئتين فئة منتظر اللقاح بشغف وفئة راضة لان تاخذ هذا اللقاح بصورة قطعية بسبب ما يتم تداولة عن مساوء هذا اللقاح وعراضها الجانبية على مواقع التواصل الاجتماعي بالاضافة الى اللبس الذي يصير عن لقاح الانفلاونزا الاعتيادية وتأثيره على شدة عراض الكورونة وكثير ملابسات حول لقاح الكورونة كانت لنا زيارة الى مستشفر المسنى العسكري التابعة لمديرية الامور الطبية العسكرية للحديث عن تفاصيل اكثر حول لقاح الكورونة مع طبيب اختصاص الباطنية واختصاص دقيق امراض القلب والشرايين الدكتور حيدر سمير النشمي مرحبا دكتور شونك ان شاء الله تكونوا بخير اهلا وسهلا وشرفتونا بهذه الزيارة دكتور كثير ملابسات ده صير عند فئة كبيرة من الناس لسه مفاهمة شن الفرق بين اللقاح والعلاج يعني هواي ناس يقولون احنا على شن ده ننتظر اللقاح ما هو خلص مثلا وصل للعلاج الروسي او الامريكي او العلاجات الثانية فماذا يعرفون الفرق بين همية العلاج واللقاح ممكن نوضح لهم هذه النقطة طبعا هذا السؤال كلش مهم ولازم الناس تعرف شن الفرق بين اللقاح والعلاج اللقاح ينطي للاشخاص الغير مصابين بالمرض اما العلاج ينطي للاشخاص اللي هم اصلا مصابين بالمرض اللقاح ينطي على شكل حاليا اللي موجود اما على شكل جرعة واحدة او جرعتين بفرق ثلاث اسابيع بين جرعة و جرعة اما العلاج فهو يعني مجموعة ادوية سواء كانت عن طريق الفهم او عن طريق الوريد وتكون يعني متواصلة يعني خلني نقول لمدة سبعة ايام متواصلة او لمدة عشر ايام متواصلة دكتور كنا نعرف مؤخرا تم التعاقد من قبل وزارة الصحة على كمية كبيرة من اللقاحات يعني تقريبا مليون ونص جرعة رح توصل بالوقت القريب ان شاء الله فمليون ونص اكيد ما رح تغطي الشعب العراقي كله قالوا رح تتقسم على وجبتين فمنه الفئة الاولى اللي رح تكون مؤهلة انه تستقبل اللقاح وهل رح يكون اكفة دور للطبابة العسكرية او للجيش بصورة عامة بهذه كمية من اللقاح تعرفين احنا شعب العراقي اربعين مليون او اكثر فالمليون ونص جرعة اكيد ما رح تكفي الكل اعتقد يعني من المخاطبات ومن الآراء اللي اذا تطعب التلفزيون ووزارة الصحة المسؤولين في وزارة الصحة انه رح تكون اكو آلية للتوزيع وهذه الآلية تشمل الاشخاص المعرضين بصورة مستمرة للفيروس طبعا من ضمنهم الكوادر الطبية يعني الكوادر الامنية سواء الجيش او الشرطة او الامن الوطني اللي هما باحتكاك متواصر مع الناس دول اللي رح تكون لهم الاسبقية حسب الخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة وخلية الازمة واكيد اكو بعض الفئات العمرية اللي هي ممكن فوق الستين سنة واللي عندهم امراض مزمنة يأثر عليهم الفيروس في الوقت الحاضر اكثر من غيرهم هما ذولة يعني خلين نقول الفئة الاولى المستهدفة بالخطة الاولية دكتور سمعنا مؤخرا انه اللقاح لازم الى طرق حفظ ونقل خاصة حتى تحافظ على فعاليته واللي اهمها لازم ينتقل بحاويات سالة بثمانين درجة فهل يا ترى رح تتوفر عندنا الامكانية خصوصا بالطبابة العسكرية على حفظ ونقل اللقاح والحفظ على فعاليته حسب علمي يعني وحسب التقارير اللي اجدتي من وزارة الصحة واحنا طبعا الطبابة العسكرية انه الشركات المجهزة هي مسؤولة عن نقل اللقاح في ظروف مثالية للحفظ اللي هي تقريبا ناقص سبعين وليس ناقص ثمانين طبعا اكيد وزارة الصحة واحنا خليحة على الطبابة العسكرية عدنا برادات مجهزة لحد ناقص ثمانين ممكن نحفظ بها اللقاح ونوزع على الوحدات بأي مكان بالعراق وماكن مشكلة يعني دكتور في اكبير من الناس متخوفين من اللقاح حسب ما يشوفوه بالسوشيال ميديا وكلام منا ومنا على الاعتبار ممكن يسوي شلل ممكن يسوي واي تفاصيل ثانية كل واحد قام يفتي بكيفه فلهذا الناس تخوفت وكبعاتهم قررين يمتنعون عن اللقاح فما هي صحة هذا الكلام طبعا سؤال كلش مهم الفلاونزة هو مرض ويسبب فايروس الفلاونزة والكورونا هو مرض آخر ويسبب غير فايروس من غير عائلة يسمو سارس كوف تو اللي طلع بالالفين وتساطعش طبعا كل مرض العفو هو مستقل بحد ذاته يعني الشخص اللي يتلقح للفلاونزة ليس محمي من مرض الكورونا ولا لقاح الفلاونزة يأثر بشدة الاعراض اللي يصير عند الشخص اللي يصاب بكورونا والعكس صحيح طبعا فكل لقاح الى خاصيته وكل مرض الى خاصيته وكل مرض الى علاجه الخاص وإلى لقاحه الخاص الأشخاص لا يتخوفون من أخذ اللقاح لأن اللقاح هو صنع لحمايتهم من هذا المرض الفتاك صحيح حسنا نسبة الإصابات عندنا قلت الحمد لله بسبب الوعي ممكن بسبب المناعة اللي اكتسبت من الإصابات الأخرى بس حسنا بالعالم أكو موجة جديدة وهذه يعني الموجة ممكن تكون أخطر من الموجة الأولى فإذا توفر اللقاح وأجودك والباب عليك أخذ هذا اللقاح لا تتردد بأخذه شكرا دكتور شكرا للوقتك وشكرا لهذه المعلومات القيمة شكرا دكتور الشهد على هذا الوقت وهذه الاستضافة وشكرا لكم لأن خليتون نوع الناس بهذه المعلومات وبالأخير أحب أقول التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أهم وسيلة للوقاية من الفيروس صحيح اللقاح مهم بذنيتش بأهمية اللقاح الأولي هذا بذنيتش بنفس الأهمية مع اللقاح وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم انتظرونا بحلقة أخرى دمتم تصحة وعافية اشتركوا في القناة